الله الله على الأصهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو أكتوا سفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا ربي حين على مصرمين يبعد سلامك ميتين يا ألا الله اشتق لي نسها الطيبة وديها ما فيها مخلصين يا ما شاء فصغر العلماء إذن أردوا علمة شاكنا يدع لهم رب سماء ومؤمين إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر اللهم لنا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد وقفنا في الدرس الماضي من شرح رسالة الإمام الشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين عند قوله من كتاب الزكاة أو التحديد عند زكاة عروض التجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أفت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر تكلمنا في الدرس الماضي عن التاجر المدير والتاجر المحتكر وقلنا إنه يشترط في التاجر المحتكر حتى يزكي لا بد أن يبيع نصاب يعني أن يبيع المحتكر أنا قلت المحتكر أما المدير ولو ديرهم فيقوم جميع عروضه كذلك وتجب في ماله الزكاة اليوم يقول العلام النفراوي في شرح هذا الكلام لإمام بن أبي زيد وبدأ بحكم عروض التجارة بقوله فإذا بعتها اللي هي عروض التجارة عروض الاحتكار طبعا عروض العروض الاحتكار هي هذه التجارة اللي هو الاحتكار بس الاحتكار نعم خاص بعد بقوله فإذا بعتها أو استهلكها شخص وأخذت قيمتها يعني وجبت عليه القيمة بعد أن استهلكها مش أنت دخلت على بيع مباشرة لا اللي هو إيه بيع المجازي نعم بيع المجازي أو بيع الحكمي هو هذا قال أو استهلكها شخص وأخذت قيمتها أي عروض التجارة على وجه الاحتكار بعد حول يعني متعلقة بإيه ببعتها أيوة متعلق ببعتها بعد حول يعني بعت هذه العروض التجارة بعد مرور الحول فأكثر هذا الحول يبتد ابتداء من متى ابتداءه من يوم أفتت أي ملكت ثمنها اليوم يبقى المال الأصلي بتاع عروض التجارة هذا من يوم ملكت أفتت أصلها طيب خلي بالك أي ملكت ثمنها إن لم تكن زكيته أحيانا هذا المال بقي عندك مر عليه حول وفمر عليه حول وجبت فيه الزكاة طيب ثم بعد ذلك بعتها بعد الحول بعد مور الحول هل تزكيها أو حولها متى حولها هنا أي يوم الزكاة مثلا زي ما نقول إحنا مثلا فيه محرم زكاها متى فيه محرم مرة عليها حول فيه محرم يعني اسمه إيه يعني حولها محرم هذا الذي حولها فيه محرم فزكاها فيه محرم ثم نقول مثلا فيه ربيع بعدها بشهرين باع تلك العروض وقبض الثمن طيب متى يكون حولها حول هذه المال أي من ربيع لأنك زكيتها خلاص هذه طيب جيد ماشي شيخ فهمي يبقى حولها من ربيع قال أو من يوم زكيته ففي ثمنها الزكاة حيث كان الثمن عينا لا إن كان عرضا يبقى هذا إذا كان الثمن الذي قبضته فيه مقابل العرض هذا عرض الاحتكار نقدا فأما إذا كان عرضا قلناها شروط التجارة بصفة عامة نعم أن يبيع بنقدي طيب فهنا بيقول لا إن كان عرضا يعني إيه فليس فيها إيه الزكاة إلا أن يقصد بأخذ العرض يعني باع عرض وقلنا العرض هو ما سوى النقديل وأخذ في مقابل هذا العرض عرض آخر باع حقيبة بكتاب مثلا عرض بعرض وكانت نيته ماذا؟ الفرار من الزكاة حتى لا يزكي لأنه هو فقيه بقى عارف عارف أنه لو باع هذا العرض بعرض لا تجب فيه الزكاة فقال لك يا الله أنا ايه؟ أروح أبيعه بعرض حتى لا يزكي فهذا يعاقب بنقيض قصده وتجب في ماله الزكاة بعد أن يقوم ذلك العرض يجب فيه إيش؟ الزكاة قال إلا أن يقصد بأخذ العرض ثمناً الهروب من الزكاة قلنا هذه قاعدة عامة المعاملة بنقيض القصد الفاسد فتجب عليه أي الزكاة لحول واحد سواء أقامت قبل البيع حولاً أو أكثر يبقى زي زي إيه زكاة إيش؟ زي زكاة الدين نحن بقول زكاة الدين تزكى لعام واحد ولو بقيت عند المدينة أعواماً فكذلك هنا طيب يبقى عندما يقبض الثمن ثمن عروض الاحتكار يستقبل بها إيه؟ حول حولاً أقامت قبل البيع حولاً أو أكثر ويشترط في وجوب الزكاة على المحتكر أن يكون باع بنصاب وهذه كما قدمنا ذكرها الشيخ فيما سبق طيب واحترز بقوله بعتها بعد حول عما لو باعها قبل تمام الحول فإنه لا يزكي إلا بعد تمامه إحنا قلنا حول يعني الآن الزكاة بدأ التجارة متى في محرم فبعد في الشهر الحادي عشر إيش؟ باعها قبل تمام الحول يبقى الشهر الحادي عشر من يعني الأشهر العربية ذي الحجة نعم طيب فباعوا في ذي الحجة ذي الحجة رقم 11 عشان حتى نعرف الأرقام الشهور يعني قبل تمام الحول فما الحكم في المال أو في هذه العروض الاحتكار التي باعها قبل مرور الحول هل تجب فيها الزكاة؟ أيوة إلا بعد تمام الحول فتجب الزكاة فيها بعد تمام الحول يبقى حيزكيها متى؟ في محرم يبقى حينتظر شهر ثاني واضح الكلام؟ طيب تنبيهان الأول إذا عرفت ما قدمته لك من الشروط ظهر لك ما في كلامه من الإجمال الحامل عليه الاختصار الثاني طيب هذا ليس فيه شي يعني ربما يفهم من كلام المصنف ولو ربما يفهم من كلام المصنف ولو بالكناية هل تكون هكذا؟ عندكم إيش؟ العناية هذي؟ كناية لا لا ما هي هذه كناية؟ يعني كناية بحي تكون بالكناية جوازوا لاحتكار يعني كيف الكناية هنا؟ أين هي الكناية؟ لما قال الشيخ فيما سبق فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أفت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول يعني الكلام هذا متصلت على من؟ على المحتكر الكلام في المحتكر فالشيخ أخذ منه يؤخذ من هذا الكلام حكم الاحتكار وجوازه أن الاحتكار جائز في مذهب مالك بشرطه كما سيدكر الشيخ قال إذن ربما يفهم من كلام المصنف ولو بالكناية جوازوا الاحتكار وهو كذلك عند مالك رضي الله عنه ولو في الأطعمة يعني أن الأطعمة هي اللي حصل فيها الخلاف قال لك الشيخ يعني النفراوي يقول ولو كان ذلك الاحتكار في الأطعمة فهو جائز عند مالك لكن يقيد الجواز بما إذا لم يترتب عليه ضرر بالناس وإلا بأن ترتب عليه ضرر ما الحكم إذا ترتب عليه ضرر فلا يجوز إذا كان في ضرر عن الناس يروح يجمع كل يعني تلك السلعة من السوق فيوقع الناس في حرش شديد يبدو في حاجة إليها فالشيخ قال وذلك بأن أهو ببينه ببين كيف يكون الضرر بأن يشتري جميع ما في السوق بحيث لا يترك لغيره أي من التجار ولا من عامة الناس شيئا مما يحتاجون إليه فيمنع يعني يمنع يعني يحرم يحرم هذا الشراء ولذلك المالكي يعاقبونه بأن يبيع بثمن الذي اشترى به حتى لا يكسب أي شيء لأنه لو لو باع بالثمن السوق أو فيه مكسب يبقى يبقى كسب فالمالكي يعاقبوه يعني إذا كان الشيخ نص عليها بأنه يبيع بنفس ما اشترى من غير يعني يكسب شيئا قال ولا يمكن إلا من شراء قدر حاجته يعني يترك له بعض تلك السلعة خذ هذه تبقى عندك لكن باقي السلعة تأخذ منه تشترى منه بنفس الثمن الذي اشترى به وتوزع على بقيه التجار حتى تكون في متناول عامة الناس واضح الكلام هذا طيب ثم قال في المتن بيقول إلا أن تكون مديرا بخاطب القارئ بيقوله إلا أن تكون تاجرا مديرا يعني لا يستقر بيدك عين ولا عرض هو هذا المدير هو الذي يعني زي يقول احنا السوبر ماركت المحلات الحوانيت هؤلاء الذين بيعون بيبيع على طول غلت السلعة ورخصت بيبيع بأي سعر ولا ينتظر مش يقولك لما ترخص قلت لا مش حبيعنا لا هذا هو إيش المدير قال لا يستقر بيدك عين نقد يعني أموال ولا عرض سلع تقوم إلا أن تكون مديرا فإنك تقوم عروضك كل عام يبقى المدير يقوم متى كل عام يقوم السلع التي عنده العروض التي عنده وتزكى ذلك وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين يبقى المدير يزكي الأموال الناطبة النقود ويزكي العروض بعد تقويمها يروح يشوف قيمتها كم تساوي ثم يخرج أيضا زكاة تلك السلع كل عام هكذا يقول الإمام النفراو في شرح هذا قال وثنى بالكلام على عروض الإدارة إذن بدأ بماذا هو بعروض الاحتكار قال وبدأ بحكم عروض الاحتكار وهنا قال وثنى بالكلام على عروض الإدارة بقوله إلا أن تكون مديرا أي محرصا على سرعة البيع محرص يعني حريصا هي هذه من حرص الرباعي حتكون هكذا حرص فهو محرص يعني حريصا على سرعة البيع بحيث لا يستقر أي لا يمكث بيدك عين ولا عرض بل تبيع ولو بلا ربح هو هذا يعني التاجر اللي بيقعد في المحلات والحوانيت والسوبر ماركت هذا وتخلفه بغيره تقول لا هنجيب غيره سلعة تانية وحننكسب مهم يتحرك يعني الفلوس لا تبقى عنده أموال ولا يبقى عنده عروض يبيع شغال على طول غير المحتكر محتكر لا مش هيبيع إلا لما يعني يبقى في في تلك السلعة ربح فبيقول هنا الشيخ فإن لا يستقر بل تبيع ولو بلا ربح وتخلفه بغيره كالعطارين والزياتين ونحوهم من كل من لا يرصد الأسواق فإنك يا مدير ها إذا بعت بنقد بخاطبك هكذا حتى يعني لا تغفل عن أن الكلام في المدير بيقولك فإنك يا مدير ها إذا بعت بنقد ولو درها من عندك سلع بمليون ما بعتش ولا حاجة ما تقومش ولا حاجة ولا تجيب عليك الزكاة لو بعت ولا صنف واحد حتزكي بقية السلع كلها فهمنا دو وقت ده مين المدير اللي بيبيع السلع بيبيع كيف اتفق فهذا إذن يقوم الباقي جميعا ويزكيه تمام واضح كلام هذا بالنسبة للمدير المحتكر قلنا لا لا يزكي حتى يبيع ويقبض الثمن ويقبض الثمن نعم ضرر باع لماذا وهذا حيجيبك عليه للإخوة بعد أن أقرأ الكلام قد يتضح أكثر بس خلي بالكم من سؤال الشيخ فاهمي في محله طيب فبيقول الشيخ هنا فإنك يا مدير إذا بعت بنقد ولو درهما تقوم عروضك قيمة عدل تنظر كم تساوي هي تراعي فيها الزمان والمكان في كل عام يبقى قد تختلف القيمة بتاعتها من كل كل وقت وفي كل مكان حيانا السلعة تختلف قيمتها من مكان إلى آخر لما تبقى في مكان نائ وبعيد عن العمران وعن المدن فتبقى قيمتها أغلى أنك أنت بدلت جهدا في تقريبها إلى الناس في تلك الجهة النائية فيعني يكون قيمتها أعلى شوي إذا كانت موجودة متوفرة بين كثير من الأصحاب السلعة والسلعة موجودة متوفرة عند جميع في السوق في المدن يبقى هذه يعني يكون سعرها أقل نعم لا قيمتها هي قيمتها مش الثمن لا مش الثمن ليعرفوا أنا هذه إن طيب ما قال الشيخ هكذا ليه لو كان يقصد هذا لما عجز عن التعبير بهذا الذي تقول أنت باللي بيع به لا هو قيمتها القيمة الثمن قد يزيد عن القيمة وقد ينقص ثمن أيضا حيانا يزيد وحيانا ينقص ولذلك تراعي في قيمتها بدون المكسب بتاعها بدون القيمة أيها قيمة حقية في السوق وهذه يعرفوا التجار كلهم يعني يقرب باللي اشترك على الذي اشترك لا لا ما أنتم مش يهمين ما هو لو كان الاشترك قال لكم الاشترك لا قيمتها هي السلعة هذه في القاهرة هنا في المدينة نصر غير لما تبقى في مثلا حلوان مثلا فيبقى قيمتها باعتبار الزمان والمكان ما هو لو ما تباع به بين التجار يعني أيوة هو هذا شوف انت قلت بين التجار مش لعامة الناس خلاص طيب جينا يبقى رجعنا القيمة احنا هي هذه القيمة القيمة أنت قيمتها في السوق هذا الذي يزكي عنه أيوة هو هذا قيمتها في السوق هي الذي يزكي عنه تحقق العدل تحقق العدل أيوة لا فيش ظلم لا هكذا لا عليك انت ولا على الفقير نعم طيب قال والتقويم عام في سائر عروضه المعدة للتجارة ولو طعام سلم ولو طعام سلم يعني كيف طعام سلم كيف يزكيه كيف الصورة الصورة اعطيني الصورة لو عرفت تصورها يبقى تمام انتفاهم بجا يعني هو يعني هو باع طعاما إلى أجل إلى أجل السلم هذا أصل أنه لا يزكيه انت لخبة ايش اهو نعم يا طيب هو اذا اخذ طعاما عن طريق بيع السلم يعني إلى أجل فهذا يقومه او لا يقومه يقومه كالسلع التي عنده العروض التي عنده في المحل يقومها كذلك فيقوم معها ايضا طعام السلم هذا الذي اشتراه السلم احنا قلنا السلم هذا هو بيع آجل في الذمة بعاجل ف وقل خمسة عشر يوما اقل مدة السلم كم خمسة عشر يوما فإن 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 السلعة التي اشتراه هذه يقومها كذلك ولو بارت اي كسدت ليست رائج هذه السلعة عنده على الناس قال احنا عندنا الدين أعم من أن يكون من قرض أو من بيع فالمراد هنا أن يكون الدين مترتبا عن ايه عن بيع معاملة بيع فاشترا مني بدين مش أنا رحت سلفت قال لي والله يعديني سلف لا هذا أمر ثاني أتكلم عليه هل يقومه أو لا يقومه لكن الذي يقومه الآن هو ايش الديون المؤجلة التي ترتبت من بيع أو عن بيع كانت عروضا أو نقودا يعني أنا لما خدت السلعة هذه بعتها بعرض فترتب في ذينه في ذمته ماذا عرض مفروض يأتيني هذا هو العرض ماشي يبقى هذه الطاولة التي ترتبت في ذمته عن عن شيء أنا بعته له كتاب حقيبة أي شيء في مقابل هذه الطاولة يبقى عرض بعرض هذه فيقوم ذلك العرض واضح طيب يبقى هذا الدين آجل من بيع عروضا أو نقودا أو اشترى مني تلك الحقيبة أو الطاولة بإيه بنقود لكن لم يدفع لي هذه النقود ديون فهذه الديون الذي عليه نحسبه في الزكاة بالنسبة المدير كيف قيمة الدين ورئيس الدين إذا كان مرضوح حتى إذا كانت نقود سيدفع قيمة أنه سيقوم الدين على النقود الذي دفعها أو قيمة ذلك الدين أي نعم ما هو ما هو الدين حيقومه بالعرض ثم يقومه بالنقد هذا المدير نعم تمام حسن هو هذا المراد يعني هو النقد إذا كان نقد على الدين الذي على المدين وقلنا ترتب من بيع كان نقدا فهذا النقد الذي عليه عشر تلاف جنيه مثلا نشو نقول كم تساوي كم قيمتها كم يعني ممكن نشتري بها من السلعة أو من العروض كذا وكذا ثم أقوم تلك العروض بالنقد لماذا هذا كل اللفة هذه لما فيه من مصلحة الفقير لأنه عادة يعني قيمة السلعة يعني النقد هذا الذي لك عليه لما ترجعوا للقيمة ثم تقويه مرة أخرى بيكون أحيانا أكثر يكون قيمته أو ثمنه أكثر من من النقد الذي الذي هو عبارة عن دين أولا طيب حنشوف الشيخ ماذا يقول يبقى إذن كانت عروضا أو نقودا حيث كانت مرجوة يبقى هذا قيد آخر يعني المدير لا يقوم إلا إذا كانت هذه الديون مرجوة يعني أي مرجوة يعني الرجل مدين موسر وعادته أخلي بالك موسر عادته أنه لا يماطل هو هذا هذا نسميه مرجو نعم أو عادته السداد يعني لكن العرض يقوم هذا ظن يقوم هكذا أنا عندي مش واضح يقوم بعرض بعين لكن العرض الذي هو دين على المدين نقومه بعين سهل جدا هذه مباشرة على طول والنقد بعرض الروح رجعه لأنه عرض تجارة أصلا نرجع ذلك النقد إلى العرض ثم بنقد هذا شأن زكاة عروض تجارة تردها إلى النقد حتى تعرف كم تخرج ثم بنقد يبقى خلاص الآن عرفنا أنه هيزكي عروضه التي عنده إذا باع درهم طبعا بشرط إذا باع ولو بذرهم إحنا قلنا سؤال الشيخ فهمي بيقول ليه يعني لا يبدو أن الشيخ ذكره أنه يزكي بقية العروض ولو كانت مليون أو 2 مليون وهو باع بدرهم هل في هذا ظلم أو ليس فيه ظلم من يجيب هيا هيا شيخ عزدين هركز بس هتعرف تجيبها بس هيا شيخ عحمون بالنسبة التاج هذا يعني باع بدرهم يروح يقوم 2 مليون سلعة 2 مليون ويزكي مع أنه ما باع شيء يعتبر لا قيمة للديرهم هذا يبقى حنقول في المحتكر ليس لمصلحة الفقير لا باع وعقل بنصاب أقل من النصاب لأن الصورة لا تبقى واحدة ومع الفرق في الحكم يبقى مش هي اسماه مع الفرق منفعش يكون هو للسبب شيخ محمود طيب المحتكر احنا قلنا لابد أن يبيع نصابا لا تجب زكاة في ماله إذا لم يبيع بنصاب لأنه هو محتكر غير مستفيد في كل وقت ما بيحركش الأموال ما فيهاش نماء حقيقي يعني أحيانا يقعد سنة ما يبيعش هنا صح لو قلنا ولله يجب عليك الزكاة ولو لم تبيع بنصاب هنا صح في ظلم لو طالبناه بالزكاة في بقية أمواله وهو لم يبيع نصابا حتى النصاب الذي يبيع به خلق نقول هذا يجب فيه الزكاة طيب بالنسبة للمدير ولو باع عبديرهم لأنه عروضه سيخرج عنها الزكاة أيضا فلا فرق أن يبيع بنصاب أو بغير نصاب احنا ما اشترطناش نصاب لأنه يعتجب الزكاة في عروضه من أجل هذا لم نشترط النصاب فيه احنا ما اشترطناش النصاب في المدير ليه لوجوب الزكاة في عروضه كلها هيزكي جميع العروض ليش لأنه يدير المال دائما يعني في أي لخظة يبيعه يعني مدام هيئه للبيع في أي وقت بخلاف المحتكر لا يقولك لا أنا الأيام دي مش هبيع يبقى ما عندوش قابلية البيع أصلا لكن المدير عنده قابلية البيع في أي لحظة لا هو مدام أعده للتجارة خلاص في كل وقت إذن في كل وقت ممكن يبيع لكن في مقابل أو في مقابل تهيئته في كل لحظة إلى البيع التهيئ هي خلي بالك أيوة من الأول نقولون حتى لو بعت بدرها نعم من الأول ليه لأن حتى هو من الأول هيئ سلعته لأن يبيع في أي وقت لا انتفع بشيء آخر وهو وضع السلعة في كل لحظة للبيع تهيئته في كل لحظة للبيع فهمتني الآن الصورة أيوة وهو هذا باع لا خلاص في مقابل هذه الفائدة أنه هو في كل لحظة معرض للبيع حتى لو لم يبع بعد الوقوع انتبعه مرة حول وما يعش لا خلاص برضو انتفع بهذا الشيء واضح الكلام طيب عشان نختم هذه قال لا ديونه الغير المرجوة احنا قلنا الغير هذا الصح أو الصحيح أنها غير لا ديونه غير المرجوة ولا دين القرد غير مرجوة يعني اللي هو خلاص اعتبرها في حكمه الهالكة الضائعة ولا دين القرد اقرض اقرض انسان مالا فهذا المال الذي اقرضه التاجر المدير لشخص لله لوجه الله هذا لا لا يزكيه لأنه خرج لله سبحانه وتعالى إلا بعد قبضه طبع القاعدة معروفة أن الدين كما سيأتي أنه يزكيه لعام واحد ولو بقي عنده المدين أعواما طيب وأما ديونه الكائن من بيع إذا كانت من النقد الحال للمرجوي فالمعتبر عددها اللي هو معتبر عددها مش القيمة يعني كم هي عليه ديون من النقد يعني أموال أموال مش مش عروض فهذا يزكي العدد ألف يزكي على الألف المعتبر العدد فمن بيع إذا كانت من نقد العالم فالمعتبر عددها وأما دين القرض فلا يزكى إلا بعد قبضه لسنة من أصله ولو مكث أعواما على المدين طيب وبعد الفراغ من التقويم يبقى إذا قومت وعندك ديون حالة أو مؤجلة هو الاثنين بس الفرق في ماذا في كيفية إخراجها في الأولى إذا كانت عروضا تردها للنقد فقط وإذا كانت نقدا في المؤجلة تردها لعروض ثم تردها إلى نقد طيب الديون المؤجلة من بيع طبعا بقية الشروط وأن يكون مرجو إلى آخره إذا كان حالا ديون العينيين حالا الديون نعم ديون الكائنة من بيع إذا كانت من النقد الحال يعني نقدا وحالا ومرجو حل أجلها يعني فالمعتبر ماذا عددها أي نعم فالمعتبر عددها طيب يبقى الزكاة في الاتنين الديون مدام مرجو بيزكيهم بس الطريقة هي كيف هي المختلفة ثم قال وبعد الفراغ من التقويم تزكي ذلك القدر المجموعة من القيم سلع غيره مع ما بيدك من العين ننظر عندك أموال أخرى ناضة فتخرجها الأموال يعني فلوس هكذا أو ذهب نعم على حسب ما كان عندهم من أن النقود كانت إما ذهبا أو فضة مع ما بيدك من العين الناضة عندك وكذلك النقد الحال المرجو المعد للنماء لا إن كان سلفا على الناس بعيد الشيخ فلا يعتبر عدد الحال منه ولا يقوم المؤجل على مشهور المذهب ولا يقوم إيش المؤجل على مشهور المذهب له إيش بالنسبة للقرض سلف وهذا معنى السلف يعني قرض وتأولته المدونة بتقويم المؤجل يعني شراح المدونة أوله إيه على تقويم المؤجل طيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي على توضع كد منها أمسل الفجر ولذف مصر وحوالينا الله الله على الأصدق الله 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 أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة